سلام بنات كيفكم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بمزيانين وتكونوا بأحسن أحوال اليوم نوريكم طريقة سهلة باش نبسوط بجوهر عواد ترسن أو القيطة بطريقة سهلة ومبسطة أول حاجة كنختار الخيط اللي نحتاجه بطبيعة الحياة الخيط ديال خياطة هنعمل هنا خمسة ديال الجوهر المهرس ونجي في الوسط دياله ونعمل خمسة ديال الجوهر المهرس الخيط بطبيعة الحياة خصو يكون بنفس اللون ديال الجوهر أو من المشاقة دياله باش ما يكونش مثلا جوهر في الدهبي والخيط في الأسود أو في الأحمر يعني ضروري خصو يكون إما في البيض أو في الباش وبهكدا كنغطيو ديك الموطاع ديال الخياطة كنبدو كيف ما كتلاحظو من الجيهة ديال اليمن وكنمشيو من الجيهة ديال الشمال ويقدر أنتم ما يبلكم اختلف لأنه أنا كنخيط من قبل معاكم ضروري خصونا الشوهر يغطينا على الموطاع ديال الخياطة كيف ما كتلاحظو يعني ضروري البياسة أو بجلبة أو قفطان أو فراشة لمهم خصو تخيط كاملة عند الخياط بالماكينة يعني بلا ترازن بلا قيطن بلا حتى حاجة حنا كندورو لها الجوهر بهالطريقة هدي في الموطاع كاملين شنو وخاط كتجينا البياسة شوية صعيبة ولكن ما عنا ما نعملو فهدي هي الخدمة إلا كنت عنا الماكينة في الدار فبيمكننا نخيطو جيها ونبسوها عادة كنخيطو جيها أخرى أما إلا كنا فعندوها الخياط ما يمكنش نمشي ونجيونا عندو فكندوها مرة وحدة وكنخدموها مرة وحدة هالطريقة هدي اللي خدمت فأنا كنخدم في الجهات ديال السدر أنا نوريكم حتى الموطاع اللي عنسلي وعملت ثلاثة ديالبروشات أنا نشارك معاكم النوع ديالبروش بغيتو نشارك معاكم الطريقة ديالو وكيفاش خدمتو إن شاء الله في الفيديو اللي مجي نشاركو معاكم قلتلكم هاد الموطاع ديال الخياطة أو هالطريقة هدي كنعملوها في القب كنعملوها في الكم ديالجلابة كنعملوها في الدورة ديالجلابة كاملة معادة تحتلي الدين علاش ما كنخدموش ديك الموطاع هالمهرس بإمكانكم تخدمو باربعا بإمكانكم تخدمو بخانسة كيبقى على حسب الاختيار ديالكم كلما زيتو العادة كلما كترقق هات السلطة هدي إلا بغيتو الطريقة ديال القب والطريقة ديال الكمام والشكل نهائي ديالجلابة كتبوها لي في الكمونتر وإن شاء الله في أقرب وقت نشارك معاكم طبيعة الحال كيهمني الرأي ديالكم وأي حاجة ما عرفتوهاش حساها الطريقة هدي إلا كانت شوية صعيبة نشارك معاكم الطريقة أخرى تكون إن شاء الله أبسط في القارب كيلا عيسا قتيني اسأل ما إشحالي قدنا بيال هاد الجوهار باش نخدمو هاد الموديل هادا فأنا هنا شريط البكية وها هي قدتني هانتم ما كتشوفو هادا الرس اللي عن خدم أو الموطعة ديالفتحة ديالجلابة وهدا هو البروش اللي عملت بقي إن شاء الله هنعمل فيه الهديبات اللي إن شاء الله هنشاركو معاكم في القارب كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هدا يكون نلأ جرجالكم ومع فيديو جديد إن شاء الله شكراً شكراً شكراً